صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للأحسناء التزام الأميرة جريا على تقاليد العائلة الملكية الشريفة انخلصت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للأحسناء منذ نحومة أذافريا في أنشطة تخدم المجتمع المغربي وأولت اهتماما خاصا بالقضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية انتلقا من الوعي بسرعة زول الأمور التي نعتبرها مكتسبة عقدت صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للأحسناء العزم على الحفاظ على جمالية هذا العالم الأصلية البديعة وعلى ثروات البيئية التي حب الله بها بلادنا الحبيب المغرب تحولت بذلك مأهمة الحرس على الثورات الشاطئية التي كلفها بها والدها المفتا جلالة المغفور الألحسن الثانية طيب الله ثراه لتصبح واجبا معنويا ثم أمانة سامية قد حزز صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله هذا الارتسام فأدفع عليه طابعا مؤسستيا اتفادل جلالته بتعيين السمو على رأس مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بشعار أستلم أحافظ أبلغ قد استطاعت صاحبة السمو الملكية الأبيرة الجليلة للحسناء أن تعطي لهذا نشاط معنى ومحتوى إذ جعلت منه قضية تحضب الاهتمام على السعادة الوطنية مع كل ما يترتب عن ذلك من تحديات وتعبئة يعود نجاح مختلف الأعمال المنشزة لفائدة الحماية البيئية بل حتى تطورها المؤسساتي الحقيقي للجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للحسناء التي تأبى إلى أن تشرك في هذا النجاح المتطوعين والمنظمات غير الحكومية ما زال المغرب يعطي المثال إلى اليوم للعديد من الدول حتى تبوء مكانة ضمن البلدان التي تعتز باعتماد السياسة رشيدة حقا وتطوعية في مجال الحماية البيئة يرجح هذا النجاح إلى الشخصية صاحبة السمو الملكي الأميرة للحسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس للحماية البيئة وإلحاحها على تفعيل أخلاقية المشتركة وللدعم القوي الذي ما فتأت تقدم لها ولرؤيتها ذات البعد الإنساني التي تطبع بها الأعمال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة